النهاردة ايضا سيد رئيس الوزراء اسمه مجد الزراء الدكتور مصطفى مجبولي قام بجولة تفقدية في منطقة عين الصيرة وصور مجرى العيون ويوجه طبعا شاف منظر شاف صور شاف نشاهد انا رحت اتفرقت على عين الصيرة ده صور مجرى العيون ده كان عبارة عن انا اسف جدا يعني كان عبارة عن مقلب زبالة انا اسف ده عبارة كان مكان مدابغ وغير وغير وحضر لكم شافئين كل ده كل كل هذه الموضوعات اللي انتم شافينا قدامكم ده صور مجرى العيون كان منطقة زي انتم شافين من فوق المنظر من فوق ما يصرش لا عدو ولا حبيب لكن اهو مش ده كان المدابغ يا ابراهيم دي كان المدابغ ده كان المنظر اهو يا جماعة من فوق دي القاهرة طبعا ده نقلنا كله ودينا الروبيكي المنظر انتم شايفينه ده هو راح كله الروبيكي خلاص يعني خلاص الصورة دي مش عايزين ننساها عشان نعرف احنا رحنا فين انتقلنا فين رحنا الروبيكي بعد كده صور يعني محزنة والله والله محزنة والله ده كان وقعنا يا جماعة والله ده احنا كنا عايشين معاه وعايشين به وافلامة صورت والدراما قالت والسينما وثقت ده كان كله ده ده كله كان موجود اهو ده الجلود والمدابغ واللي بتعمله من تلوز بي او اللي بتعمله من يعني اهدار للصناعة وما فيش اقتصاديات ده بقى الروبيكي بعدين اهو دي منطقة الروبيكي اللي هي الترتيب والتنظيم للعشوائيات اللي كانت موجودة عند منطقة صور مجر العيون وفي نفس الوقت اخد مجر العيون رجعه بقى تاني كمعلم من معالم الاثار المصرية الاسلامية صور مجر العيون ده يا جماعة لو موجود في بلد يعني ما عندهش اثار زينا بس احنا ما بنحسش لانا عندناك اثار كتير دي برا يعمله عليه يعني هو ده يبقى حاجة من عجاب الدنيا السابع يعني صور مجر العيون دلوقتي النهاردة الدكتور مصر مدبولي راح هذه المنطقة منطقة عين الصيرة كان بكان انا اسف يعني كان عبارة عن بركة يعني مستنقعات دلوقتي اصبحت وانا بقول للناس روحوا زروها انا عديتها عليها بس بوانا بتحرك بتفرج عليها لا مخصوص اتفرج عليها دون ان انزل يعني لما اتوقف حاجة عظيمة جدا عين الصيرة اصبحت مزار المنطقة بالمتحف متحف الحضارة اللي موجود في قبالة مدينة الفسطات في مصر القديمة محاية مصر القديمة بينه وبين الكورنيش دقيقتين حاجة يا جماعة دا دا كان مقلب زبالة والله دا كان مستنقع دا كان مستنقع دا بقى الواقع دلوقتي قدامنا قادي المتحف الحضارة جنبه وقادي الممشى وقادي العين والعين بقت حاجة يعني اعتقد مشفى اعتقد هتكون معلم من معالم القاهرة القديمة والقاهرة الاسلامية والقاهرة الفاطمية وقادي الدكتور مصر مدبولي بيتحرك بيتابع بيشوف ايه اللي حصل النهاردة بقول لي الحكومة وبقول لي رئيس الوزراء وبقول لي وزير الاسكان وبقول لي محافظ القاهرة احسنتم صنعا يعني لن يشكر الله ما اللي يشكر الناس دا يا جماعة عين الصيرة دلوقتي دا في قلب القاهرة المكان دا في قلب القاهرة انا ادعو كل المصريين احنا على فكرة لو احنا ما شفناش اثارنا دلوقتي والمناطق السياحية بتاعتنا دلوقتي بظل الانجلاق اللي موجود في العالم والغلق الموجود في العالم بسبب ازمة كورونا متى سنرى بلدنا دا الوقت المناسب لان احنا نروح نستعلم ونشوف ونتفرج ونكتشف بلدنا فيها ايه دا جزء في القاهرة لسكان القاهرة روحوا اشوفوا عين الصيرة يوم الجمعة روحوا اتفرجوا عليها روحوا افخروا بان احنا دا موجود في بلدنا دلوقتي دا كان ايه وبا ايه انا جتلكم ان شاءات صوروه مجرى العيون وعين الصيرة كانت ايه ومنطقة الفلسطات اصلا كانت ايه واصبحت ايه دلوقتي نروح نشوف هذا الكلام انتقل الدكتور مصطفى مدبولي من هذا المشهد الرائع اللي بيدعو للبهجة الحقيقة الى منطقة المسلس مسبيرو وشاف طبعا فيه مسلس مسبيرو هذا المخطط اللي بدأ يظهر على الارض هينقل ويغير شكل القاهرة اهو دا دا على الارض يا جمال الواقع دا المنطقة بتاعت مسلس مسبيرو زمان مسبيرو اللي قبل كده المسلس اللي كان عبارة عن كتلة عشوائية داخل القاهرة داخل قلب القاهرة في صرة القاهرة دلوقتي اهو رئيس الوزراء معاه وزير الاسكان ومحافظ القاهرة دخلوا يشوفوا التجديد والتغيير الموجود طبعا المكان ده انا بقول بقول كل مصريين احنا دايما لما نيجي نشوف القاهرة في الافلام ولا في الروبورتات ولا الروبورتاجات بنشوف برج الجزيرة وبنشوف التلفزيون مبنى التلفزيون هتشوف بقى ينضملهم ينضفلهم 3-4-5 ابراج بشكل عالمي في منطقة مسلس مسبيرو هيبقى جنب التلفزيون جنب مبنى مسبيرو وبرج القاهرة ومبنى وزارة الخارجية الشامخ هتلاقي فيه تغيير فيه شكل جديد للقاهرة تتغير شكل القاهرة الكلاسيكي هيتغير لما تغيرش بقى له 200 سنة بتشوف تغير طبعا الناس الارض بتاعت مسبيرو وملك الدولة فيه ناس كانوا سكنين مش هتربين في الشارع راحوا في اماكن تانية اللي عايز يرجع تاني تم توفير اماكن للسكان اللي كانوا موجودين فيه مسلس مسبيرو اللي عايز يرجع تاني في مكانه تم تخصيص وحدات سكنية لهؤلاء طبعا منطقة مسلس مسبيرو مع منطقة عين الصيرة وصور مجرى العيون وممشى المصريين ممشى اهل مصر اللي عالكورنيش انا بقول لحضراتكم انتم هتشوفوا مفاجأة من العيار الثقيل اهو يا جماعة ده المخطط العام ده المخطط العام لمنطقة مسلس مسبيرو ادي وزارة الخارجية خليها يوليد الصورة اللي عزيز معكم ادي عشان بس الناس تتخيل ايه الصورة اللي قدامنا اهو قدام حضراتكم ده التلفزيون اهو وده وزارة الخارجية المبنى العالي دول اللي الموجودين دلوقتي ده الموجودين دلوقتي المنطقة دي كانت منطقة عشوائيات وبقرة يعني مش عايز اتكلم عشان رس ما تزعلش تم هدم هدي المنطقة بالكامل وده اللي بيتعمل دلوقتي المنظر اللي حضراتكم شايفينه على النيل ده ممشى اهل مصر اهو ده الطريق وده حدائق وممشى لكل المصريين يتمشوا يشوفوا النيل شوفوا الكورنيش شوفوا وسط البلد شوفوا بلدهم المسافة من التلفزيون لوزارة الخارجية تتحول الى حدائق بهذا الشكل والابراج خلف مسبيره وخلف وزارة الخارجية اصبحت بهذا المخطط من ابراج بتليق بالقاهرة بحجم القاهرة بتاريخ القاهرة بهذا الشكل المنظم دي يا جماعة مش في لندن دي مش في باريس دي مش في الصورة اللي بقول لها حضراتكم دي شغالين فيها دلوقتي عشان توصل لهذا الشكل اللي قدوم حضراتكم خلال السنة الحالية اللي احنا فيها عشرين واحد وعشرين كل اللي موجود من هنا هو مبنى وزارة الخارجية اللي قدامكم ومبنى التلفزيون وكل الباقي ده جديد بيتعامل دلوقتي طبعا في درامسيس هيلتون اهو القديم ده موجود في مكانه هم دول التلات مباني اللي موجودين على منطقة وسط البلد في الكورنيش عند التلفزيون والخارجية الباقي كله بهذا التخطيط بهذا الشكل اللي يليق فعلا بمصر ده كان محتاج ايه عشان يبقى كده محتاج قرار والقرار محتاج ايه محتاج جراءة والجراءة محتاج ايه محتاجها شرعية احنا دلوقتي عندنا بلد فيها ارادة سياسية فيها ارادة شعبية عشان يشتغل فيها قانون فيها مؤسسات الدولة مكنش فيه حد قادر ياخد الارض بتاعت الدولة ملك الدولة في مسلس مزبيرو ملك الدولة الارض ملك الدولة والعقول انتهت والناس عايز نطلعوا طب ميل خسران البلد خسرانة والناس خسرانة والشعب خسران والحكومة خسرانة شكل مصر خسران لان كان صورة لا تريق بمصر والله ابراهيم قاتلنا بعد كده صورة المسلس مزبيرو قابل وبعد عشان الناس نشوف برضه زي التاني يعني بقول لها بعد كده مش مهم دلوقتي لكن الصورة المبهجة دي والله مفرحة وتدعو الى البهجة والى السعادة والله اللي ما يفرح لما يشوف بلده باز الشكل يبقى يعني عنده مشكلة يروح يراجع يراجع في وطنيته لانه الصورة والواقع اللي بيحصل في مصر هو كده اللي بقول لها ده كل المصريين كل محافظات بالتأكيد يجوا في يوم من الايام بيجي القاهرة هيشوف ممشى اهل مصر او ممشى المصريين اهو يا جماعة ما يجري في مصر من تشهيد وبناء وبناء بشكل يليق بمصر يليق بالمصريين احنا بنعمل افضل حاجة العالم وصلها مش بنعمل حاجة وخلاص مش بنعمل طريق وخلاص مش بنعمل المدرسة وخلاص مش بنعمل الكبرى معلق وخلاص والاكبر او الاعرة في العالم مش بنعمل لا احنا بنعمل افضل حاجة في العالم لانه طالما بشتغل انا مش اقلم الناس بالمناسبة مش اقلم الناسبة الناس بره لسه كنت بتكلم يوم الأربع على الهيدروجين الأخضر وبقول احنا الناس سبقتنا آه لكن لما نيجي نعمل هنعمل أفضل حاجة ممكنة في ظل إمكانياتنا احنا عندنا إمكانيات بشارية هائلة عندنا إمكانيات علمية هائلة غير مستغلة عندنا أماكن بتحتاج إلى أياد مخلصة لتصححها ما كانش عندها القدرة والإرادة السياسية ولا القراءة كله كان ناهم في العسل الدولة المصرية كانت فيها غفوة واخدت عسيلة شوية كانت فيها شوية تكسل كان يعني أي اسم الأسماء سموه لكن دا كانت حقيقة بدأنا نقوم بدأنا نتحرك بقى في هيب الدولة بقى في قانون بقى في قرات بقى في مؤسسات والحقيقة يعني لازم الفضل يعود إلى أصحابه لازم الفضل يعود إلى أهل الفضل بقول إنه ما يجري على أرض مصر الناس تقول لك آه ما هو الكلام ده شايفين يا جماعة الصورة شايفين الصورة شايفين دا الماستر بلان أو المخطط العام اللي هيكون عليه الوضع هذا الوضع هذا المكت دا مكت جاري إنشاؤه الآن لتصبح دي المنطقة وبحق بتنظر العواصم العالمية أكبر العاصمة دا هيبقى موجود مولاتوي أبراج وفي قلب العاصمة دا هيبقى موجود دلوقتي إحنا خلاص شغالين عندي ممشى برا عن نيل وعندي المنطقة بتاعت مسلس مسبيرو وعندي على بعد أمطار المتحف المصري عندي على بعد كيلومترات منطقة سور مجرى العيون عندي على بعد كيلومترات منطقة عين الصيرة عندي تغيير جزري في شكل العاصمة الناس بقى كانت الطبيعي نعمل إيه؟ بابنى عاصمة جديدة وهنقل إليها خلال شهور خلاص فالمفروض الطبيعي المنطقي المصري يعني أنه نهمل القديم لا شغال بشكل متوازي إصلاح القديم زي ما أنتم شايفين ترتيبات لإعادة الوجه المشرق الحضاري للعاصمة وفي نفس التوقيت إنه بابنى عاصمة وفق أحدث النظام العالمية علشان الاثنين لما افتح العاصمة الجديدة أسلم العاصمة التاريخية الثقافية السياحية الأتارية ده هدية للبشرية مش لمصر بس اللي بيحصل في القاهرة النهاردة تتحول القاهرة هدية للبشرية ده إضافة لمعلم من معالم البشرية القاهرة اللي بقى لها 1150 سنة منشأة هذه العاصمة التي شهدت أحداثا غيرت مصار العالم أنا لها أن تعود شابة من جديد القاهرة مش بتعملها عملية شد وجه ولا بتعملها عملية تجميل القاهرة بيتعملها عملية تغيير مفاصل وتغيير قلب مفتوح بتعملها عملية تغيير القاهرة بتتغير زرع أعضاء كاملة القاهرة بتتغير بهذا الشكل يا جماعة أنا بقول اللي بيحصل في القاهرة دلوقتي هيسعد كل المصريين المخلصين لأنه طبعا فيه ناس بتتدايق فيه ناس بيوسئها أن يشوفوا هذا الكلام يقول لك شايفين شايفين آه شايفين طب انتوا زعلنين ليه إحنا فرحانين فهو ما لازم يزعلن لو إحنا زعلنين هم يفرحوا أعداء البلد اللي مش هيخلصوا اللي بيعطلونا خلينا الروح في طريقنا اللي بنيكلم فيه على ما يجري في بلدنا يوم بيوم طبعا الرئيس الوزراء راح بو سلس مسبيرو راح مسبيرو راح عين الصيرة راح صور مجرى العيون وراح على منطقة السيدة عائشة أيضا لأنه التغيير والتصحيح والتصويب لم يتوقف لن يتوقف عند حتة معاينة هو ده فين؟ ده هو على كبري كبري فوقه هو سيدة عائشة طبعا بيشوف من فوق الرجل هذه البيوت المنطقة دي بالمناسبة منطقة أثرية منطقة فيها كان مساجد المماليك وكان فيها بيوت المماليك وسبيل الميا ومنطقة أثرية لكن يد الإهمال وغياب الدولة شايفين؟ شايفين الصورة؟ شايفين الصورة يا جمعا؟ شايفين الصورة؟ دي في السيدة عائشة احنا بنشوفها كل يوم على فكرة بالمناسبة بس احنا عيوننا يعني ألفت هذا المنظر خلاص خدنا عليها يعمل يعني خدنا على الصورة ما عادش بالنسباننا خلاص كل يوم بعدي كومة المخلفات أو كومة الزبالة بقى خلاص الدولة بقى احنا بنغير وعايزين الناس عينها تتغير وعايزين اللي ما حد يشوف حاجة غلط يقول غلط وحشة يقول وحشة ولما نشوف حاجة حلوة نقول عليها حاجة ونشاور عليها لانه اللي بيشتغل محتاج تشجعه تقوله والله ينور فانا بقول للحكومة الله ينور يحكوم الله ينور يحكوم علي احنا بنشوفه وبقول لأهل مصر تعالوا شوفوا بلدكم وصلت الاياد الاصلاحية وصلت بيها الغلط فين وكل واحد في كل محافظة في كل قرية شايف ايه اللي بيحصل احنا لا نسوق امالا كذبا ولا نتحدث عن صور ومكتات بتكلم من ارض الواقع تكلمت الاول على رئيس الدولة عمل ايه النهاردة وجاب الوزر تكلم معاهم رئيس الوزراء ومعاهم الوزراء المعنيين بيتحرك في مواقع العمل والانتاج لانه ما فيش وقت نضيعه ما عادش عندنا رفاهية الوقت الوقت اللي فات كتير اللي باقي عشان نلحق ونواكب العالم وقت قليل فما عنديش اي وقت ضيعه فيما لا يشتر